بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم هذه فتوى في حكم الرقات الذين يستخدمون الجن في العلاج يستخدمون الشيطان الجني في العلاج هؤلاء رقات كهانة ومشعوذين ورقات دجل أولئك الرقات الذين يسألون الشيطان الجني عن المرض المصاب به المسروع المسحور ويسألونه عن مكان السحر وعن الساحر ويسألونه عن بعض الأمراض المصاب بها ذلك المسروع ويطلبون منه أن يتخلص من الأسحار المصاب بها ذاك المسروع فهذا الراقي إن وجدتموه فهذا راقي شعوذة ودجل وكهانة كما أفتت اللجنة الدائمة وكما أفتت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حيث سئل عن حكم الذهاب إلى المعالج الذي يستخدم الجن في العلاج فقال لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين وخدام الجن واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الرواية الأخرى من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وفي حديث آخر لا تأت الكهان فهذا خطأ عظيم وافتراء كبير أن يذهب المريض إلى مثل هؤلاء المعالجين والرقات فسبحان الله العلماء والفقهاء والمحدثون نهوا العامة أن يطلبوا العلاج عند أهل الكتاب في الطب التجريبي من اليهود والنصارى لعدم الثقة بدينهم وإنما نذهب إليهم في حالة الضرورة وفي حالة عدم وجود الطبيب المسلم التقي النقي الثقة هذا في الطب التجريبي فما بالكم بالطب الروحاني الطب النبوي الطب الإلهي وهو باب الرقية الشرعية التي علاجها كما ذكر العلماء والأئمة القرآن والأذكار والأدعية وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل تمر العجوى وماء زمزم والعسل والحجام وغيرها فالطب القطعي والطب النبوي وهو العلاج بالقرآن والأذكار والأدعية كيف يعقل أن نستعين فيه بالشياطين الجن وبالخصوص الشياطين المتسلطون على المسحور والمريض أصلاً أيعقل هذا؟ أيعقل أن نستعين بألد أعداء الدين الذي عداوته للإسلام والمسلمين وعداوته لله أكثر من عداوة أهل الكتاب كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إن الشيطان للإنسان عدو المبين أيعقل أن يستعين الراقي بألد أعداء الله وأعداء الدين وقد قيل سابقاً كل العداوة قد ترج إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين والشيطان الرجيم عادان في الدين مهما كان وهذا الشيطان الجن المتسلط على المسحور هو عدو لله ولرسوله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما التقى به في بعض الصحابة ماذا قال؟ قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله فهذا العدو ألد الأعداء فمن المحال أن يدلك على ما يمثعك وما يصرك بل يدلك على ما يحبطك وما يتلفك وما يضرك وما يبعدك عن الطبيب أنا وهو الله سبحانه وتعالى يبعدك عن الشفاء الحقيقي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يبعدك عن الشفاء الحقيقي الذي جاء في رقية جبريل عليه الصلاة والسلام وجاء في رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء في رقية الصحابة فهؤلاء الرقات الكهنة يبعدونكم عن الرقية الشرعية الصحيحة يبعدونكم عن العلاج بكلام ربكم وبما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلاج بما جاء عن السحر والكهنة والعرافين والمنجمين بالعلاج بما لم يرضى به الله ويغضب الله وينزل سخط الله وغضبه فنحذركم من هؤلاء الشردمة وهم كثيرون في البسيطة لا كثرهم الله فالراق الذي يرقي ويستعين بالجن في علاج المريض الإنسي هذا راق مشعوذ دجال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نطلب عنده العلاج وإذا طلبنا عنده العلاج نأثم لأننا ذهبنا إلى صاحب كهانة وصاحب عرافة وقد بين وبصط ووضح علماء أهل السن قديما وحديثا وإن شئتم فارجعوا إلى كتاب المدخل لابن الحاج المالكي رحمة الله عليه وغيره من العلماء كثير ومن بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فالحذر الحذر يا مرضى يا مسكين حافظوا على دينكم واتقوا ربكم وحافظوا على عقولكم وصحتكم وحافظوا على أموالكم وأعراضكم من هؤلاء الكهنة العصرانيين الذين لا صلة لهم برقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الرقية الشرعية تتبرأ منهم تبرأ أن تام فهذه الفتوى الأولى في حكم الذهاب إلى المعالج وإلى الراقي الذي يستخدم الشيطان الجني في العلاج وقد نهى عن ذلك اللجنة الدائمة وابن باز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم كثير من العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته